بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله العقبر أو صمغ النحل استخدامات عقبر النحل بشكل عام استخدامات عقبر النحل كثيرة متنوعة قديمة منذ فجر التاريخ وانتشر انفشارا واسعا في العقدين الأخيرين في جميع أنحاء العالم فهو يستخدم كمرهم مضاد حيوي طبيعي ضد أنواع من البيروسات والبكتيريا والجراثيم كذلك كمخدر موضعي على الجروح أو الحروق أو الخرجات كما تمت إضافته للسكاكر أو العلك لمعالجة آلام والتهابات الحنجرة ومقاومة تسوس الأسنان لاستساغته خصوصا عند الأطفال وأضيف الغسول مضمضة ليعالج مشاكل الأسنان واللثة حيث يفضله كثير من أطباء الأسنان خصوصا بعد عمليات الجراحة السنية والفكية لأنه ليس له مشاكل أو تأثيرات جانبية كما استخدم العكبر في معالجة الحروق والجروح العميقة والخارجية لسيما عند المصابين بمرض السكري فيعد مقاوما للغرغرينة حيث يمنع ظهورها ويحد من انتشارها بات العكبر اليوم أفضل علاج لمعظم الحساسيات والتهيجات الجلدية كما يقضي على معظم الفطور والبثور التي تصيب الجلد والبشرة لاحتوائه على مركبات عديدة مفيدة جدا ومغذية ومطرية ومعاقمة وتزيد مسامية البشرة فيعتبر مادة مهمة في شد الجلد لذلك أضيف العكبر إلى الشامبو والصابون والمراهم الجلدية والمراهم التجميلية وجل الشعر ومعاجين الأسنان كما أضيف العكبر إلى تركيب مستحضرات علاجية أو تجميلية طبيعية من زيوت ومساحيق نباتية أثبتت وجودها في الأسواق من خلال فعاليتها الجيدة فباتت منتشرة في العالم العربي بشكل واسع في السنوات الأخيرة كما استخدم على شكل عصرات مرهمية للقضاء على الناسور العصصي والتهابات البواسير بفعالية عالية جدا فاقت جميع نظيراتها الكيميائية وغيرها المستخدمة في هذا المجال بل تفوقت على العمليات الجراحية في الشفاء التام منها لقد قدمنا لكم نبذة عن العكبر تعريفه وصفاته ومكوناته واستخداماته وسنتحدث في فيديو قادم عن تركيب ومكونات قطرة العكبر ومرهم العكبر وطرق استخدام العكبر لحل مشاكل الجلد والبشرة والحروق والجروح وأيضا آخر الأبحاث على العكبر في علاج الخلايا السرطانية حبيبنا ننتظر رأيكم التعليق على هذا الموضوع للإفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ومثلتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته